يتعرض المسلمون في الهند بشكل ممنهج وفق خطط مدروسة إلى استهداف مباشر من خلال المضايقات أو التهجير أو سحب الجنسية الهندية أو القتل غير المبرر فالهند اليوم يحكمها أسوأ أشكال الإسلاموفوبيا وأكثرها انتشاراً بحسب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أشار إلى أن نظام الفاشي هناك أطلق العنان للهلع والعنف ضد أبناء المسلمين داعياً الأمم المتحدة إلى عقد حوار عالمي بهدف التصدي للإسلاموفوبيا الحزب الحاكم في الهند تبنى مرة أخرى سياسات عصرية وانتهج ممارسات وحشية وشرع في حملات تمييز ديني جديدة ضد مسلمي الهند من خلال تمكين بعض المجموعات المتطرفة بحماية القوات الحكومية لتنفيذ جرائم كراهية ضد المسلمين بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي أشارت إلى أن ولاية آسام تشهد منذ أيام تهجيراً قسرياً لأعداد كبيرة من سكانها المسلمين بالقوة أما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فقد استنكر ما يتعرض له مسلمو الهند وخاصة بولاية آسام من افطهاد وعنف ممنهج مطالباً حكومة يودلهي باحترام حقوق الأقلية المسلمة الدينية والاجتماعية والأمم المتحدة بإيقاف هذه الجرائم فيما تصدر واسم الهند تقتل المسلمين في العديد من الدول العربية تنديداً بمشاهد تهجير عشرات العائلات المسلمة في ولاية آسام الهندية وتساءل الناشطون عن دور الحكومات العربية والإسلامية في رفض الانتهاكات التي تمارسها القوات الهندية ضد المسلمين هناك صحيفة ذوار الهندية قالت إن الشرطة ارتكبت جريمة مروعة في ولاية آسام ليستمر مسلسل الانتهاكات الجسيمة ضد المسلمين التي تعبر عن غطرسة الدولة فيما أكدت منظمة الإحصاء الوطنية الهندية أن المسلمين في الهند باتوا عرضة لانتهاكات عديدة من قبل جماعات هندوسية متطرفة في ظل استمرار سياسة رئيس الوزراء الهندي المناهضة للإسلام الانتهاكات والظلم والمجازر المروعة التي ترتكب ضد المسلمين حول العالم بشكل عام وفي الهند بشكل خاص لا بواكي لها فهي تجري على مرأة ومسمع العالم دون أن يتحركه ولو بخطاب شجب أو إدانه في الوقت الذي يتخوف فيه العالم من وصول طالبان إلى الحكم في أفغانستان حرصا على حقوق الإنسان التي قد تنتهك بزعمهم لكنهم لا يرون ما يجري فعلا من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في الهند وبطريقة وحشية كان فيها صوت الرصاص هو الأعلى اشتركوا في القناة